أهلا وسهلا بكم مشاهدين ومتابعين أكيد اليوم ضيفنا الكريم في الستوديو معالي الدكتور والعربيات وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأسبق نرحب فيك دكتور ويسعد مساكس نعم مرحب مساكس خير أخي رعد يعني اليوم بهذه الحلقة نتحدث عن أسبوع الوئام والسلام ونتحدث عن مبادرة جلالة ملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله بعام 2010 أمام الأمم المتحدة وتحدث جلالة ملك عن هذا الأسبوع وأصبحت هناك رسالة عمال نتحدث اليوم كيف ممكن نوظف اليوم هذا الوئام في رسالة المحب شكرا لكم خيراد وشكرا لجميع المشاهدين في مختلف أنحاء وطننا وعالمنا العربي الحقيقة يعني ما قام به جلالة الملك من طرح فكرة أسبوع الوئام هي مبادرة تضاف إلى سلسلة مبادرات التي قام بها جلالة الملك ابتداء من رسالة عمال إلى كلمة سواء إلى أسبوع الوئام إلى دور المحور اليوم في حل القضية الفلسطينية وفي الصراع العربي الإسرائيلي الذي لم تشهد المنطقة العربية بكاملها صراع بهذا الحجم وبهذه الكثافة وبهذه المأساوية وبهذا الفترة الزمنية الطويلة من عملية الحرب المستمرة والمعارك المستمرة الدائرة الحقيقة حينما يطرح جلالة الملك مثل هذه المبادرة أمام الأمم المتحدة والجمعية العمومية ويتم تبنيها هذا يؤكد على أن جلالة الملك ليس رجلا عاديا وليس قائدا عاديا هو حقيقة وأنا أقولها بمنتهى الوضوح الصراحة أنه قائد استثنائي يستطيع أن يتكلم مع الغرب بلغة يفهمها الغرب يستطيع أن يقود مبادرات يتبناها الغرب يستطيع أن يوضح الرسالة الحقيقية للسلام أنا لا أقول فقط أنها رسالة الوطن هي رسالة وطن نعم ولكنها رسالة عالمية رسالة إنسانية رسالة على مستوى المنطقة رسالة لا بد من أخذها بعين الاعتبار حتى تنعم المنطقة والأجيال بالأمن والسلام حتى تطمئن أيضا حتى القوى الغربية والأوروبية والأمريكية إلى مصالحها أيضا في الشرق الأوسط التي هي بحاجة إلى مثل هذه المصالح كما أن الشرق الأوسط والعالم يحتاج إلى تلك المصالح ولذلك اليوم العالم يحتاج إلى ثلاثة أشياء يحتاج إلى الرفاه ويحتاج إلى الرخاء ويحتاج إلى الأمن البيولوجي وهو البقاء ضد الفناء ولذلك مثل هذه الأوراق التي يمكن أن تطرح اليوم حينما نتكلم عن الرخاء المادي العالم كله يحتاج إلى الرخاء المادي والغرب يملك قضية الرخاء المادي بقدراته الاقتصادية ومساعداته وإمكانياته وصندوق النقد الدولي وغيرها هو يملك دكتور ما لدينا من أوراق الآن للضغط لصناعة السلام واستغلال الويام اليوم وعلى طاولة الحوار تحديدا لنمركز موضوع السلام وموضوع الويام بين الأديان تحديدا سيدي في هذه المرحلة وكما نشاهد الآن حتى الظروف المحيطة من الأردو نشاهد هذه الظروف ودور هذه الرسالة سيدي يعني الحقيقة اليوم أنه لا بد أن نجلس على طاولة الحوار مع الآخر مع الغرب مع الشرق مع الجميع على أسس متكافئة لأننا إذا جلسنا ونحن لا نملك أوراق الضغط فلن يكون لدينا أي قدرة على التفاوض ولا إحراز أي تقدم في أي موقف لا بد لنا من أوراق الضغط وأنا أعتقد أنه أنا لا أريد أن أتحدث اليوم في أوراق الضغط السياسية والدبلوماسية والقانونية وغيرها من أوراق الضغط التي هي موجودة ومتاحة وخيارات لدى الأردن متعددة لكنني أريد أن أتحدث من المنطلق الفكري الذي يمكن أن يكون إطارا عربيا شاملا على أسس فكرية يمكن أن يتحاور الغرب مع العالم العربي والإسلامي على أساسه العالم اليوم يحتاج إلى ثلاثة أشياء يحتاج إلى الرخاء المادي ويحتاج إلى الرفاه الروحي من أجل أن يحقق الأمن البيولوجي وهو البقاء ضد الفناء الغرب وحينما نتكلم عن الحوار نحن لا نتكلم عن أن نجلس على طاولة واحدة ونتحاور لا هذا أبسط أنواع الحوار الحوار الحقيقي هو كيف نتبادل المنتوجات الحضارية الغرب نجح في الرخاء المادي وهو يحتاج أن يحافظ على مصالحه في تحقيق الرخاء المادي الضعين اليوم عندما نتكلم عن البحر الأحمر هل تستطيع اليوم التجارة العالمية كلها شبه أنها تتوقفت أو تأثرت إلى حد كبير من قضية البحر الأحمر إذن العالم الذي يحتاج إلى الرخاء المادي يجب أن يحافظ على مصالحه في تحقيق الرخاء المادي ولا يجب أن ينظر إلى منطلق القوة وأنه يملك القوة ويملك البطش يعني لا تحقرن صغيرا في مخاصمة إن البعوضة تدمي مقلة الأسد فلابد لك أن تجلس وأن تفهم أنك إذا كنت تملك الرخاء المادي فلابد لك أن تحافظ على مصالحك في الرخاء المادي والعالم العربي والإسلامي نجح في تحقيق الرفاه الروحي وهي القضايا الروحانية التي نتكلم عنها اليوم ونتكلم إنسانيا ونتكلم عن الأديان ونتكلم عن الروح التي كثير من الأحيان نحن نفتقدها والتي تحتاجها الأديان اليوم حتى في داخل كل ديانة من الديانات في الجمال الروحي ولابد للمحافظة على هذا الجمال الروحي فحينما يلتقي الرخاء المادي مع الرفاه الروحي وتلتقي على طاولة واحدة تحدد في هذه الأسس نصنع الأمن البيولوجي وهو البقاء ضد الفناء والعالم كل اليوم يحتاج إلى عملية البقاء ضد الفناء ونحتاج أن نبحث عن سبل اقتصادية ترفع من شأن البقاء مسألة الصراع الحقيقة إذا رجعنا إليها حتى من أيام الحروب الصليبية ومن أيام حروب الفرنجة أساسها اقتصادي سياسي ولكن غلف الدين كمطين هنا أنا أريد أن أسألك سؤال هنا دائما بمراحل كثيرة دائما تلتصق الإرهاب يلتصق أحيانا بالأديان بجميع الأديان وهذا شيء غير موجود لماذا يتم إلصاق الأديان تحديدا وكل الأديان بموضوع الإرهاب سيدي باختصار أي مصالح اقتصادية أو سياسية لا بد أن تجعل هناك غطاء شرعي لها في غطاء شرعي هذا الغطاء الشرعي إذا تكشف اتضحت أن المصالح اقتصادية وسياسية بالدرجة أولى باختصار اليوم نحن نتكلم عن حروب مر في العالم العربي والإسلامي دامت حوالي مئة عام الحروب الصليبية وعانى العالم الإسلامي ثلاثمائة سنة من جراءها اقتصاديا وسياسيا وغيرها ما أساسها؟ هل كان بيت المقدس يوهان؟ لا هل كانت كنيسة القيامة وكنيسة؟ لا لكن الحقيقة أنه كان هناك أطماع أوروبية في منطقة الشرق الأوسط كيف تستطيع أوروبا أن تقنع فلذات أكبادها أن يأتوا لمقاتلة العرب والمسلمين؟ العرب والمسلمين قال لك بيت المقدس وقال لك كنيسة القيامة وكنيسة المهد وغيرها كل هذا يتعرض إلى إهانة وبالتالي لا بد لكم أن تدفعوا فلذات أكبادكم حتى تذهبوا لقتال هؤلاء لكن الواقع أنه كانت هناك مصالح اقتصادية وسياسية في المقابل أيضا حتى داعش وغيرها حينما قامت بمثل هذا التطرف والإرهاب الذي ألصق باسم الدين باسم الديانات باسم الديانات وهذا الأمر غير موجود وليس له أي وجود لا على أرض الواقع وإنما ألصق حتى يجعل الناس تكره كلمة الإسلام تماما كما أنهم يجعل الناس تكره كلمة أيضا المسيحية وكلمة اليهودية حتى على مستوى اليوم الصراع الذي يقوم وفكرة يهودية الدولة وفكرة هذا يعزز مسألة الصراع الديني في حين أن نجد أننا تاريخيا عاش المسلمون وعاش المسيحيون وعاش اليهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أي إشكاليات وكان هناك بعض الأمور التي تمت معارجتها في ذلك الوقت لكن حينما يكونك توظيف ديني وجعل الدين وجود يعني اليوم حينما يظهر بعض قادة إسرائيل ويظهروا على العالم يقول لك أننا هذه حرب بقاء وأننا نحن الدولة اليهودية الوحيدة في العالم بالطبع سيستثيروا اليهود في مختلف أنحاء العالم من أجل أن يدعموا قضيتهم إذن هناك محاولة للتوظيف مع أنه في نهاية الأمر هناك التقاء مصالح اقتصادية ومصالح سياسية من أجل في القضية الفلسطينية لكن هناك أيضا تغليف لهذا من فكرة دينية ومن أجل المحافظة على بقاءهم ضد فنائهم لذلك أنا أقول حينما يخرج هذا الصوت من جلالة الملك ويتكلم به على مستوى العالم أعتقد أن جلالة الملك هو رائد للسلام لا بل هو بطل للسلام ويمكن أن يقود دورا محوريا إنسانيا يستطيع أن يصل فيه إلى كل مفاصل الغرب وأن يتكلم معهم بلغة يفهمونها وأن يجلسهم على طاولة المفاوضات وعلى طاولة الحوار حتى في مسألة حل الدولتين حتى في مسألة حل الدولتين نحتاج إلى إطار فكري جامع اليوم لا تستطيع إسرائيل أن تبقى طول هذه المدة في ظل المتغيرات الحديثة وفي ظل الظروف الحديثة وفي ظل المعطيات الجديدة أن تبقى تمارس تعنت وتمارس صلف وتمارس إبادة جماعية وتمارس وتقول لك أنا أبقى أقوى في المنطقة لا تستطيع في هذا الكلام لذلك لا بد أن تجلس وأن تتحاور وأن تتفاهم وأن تدرك تمام الإدراك أن ما تقوم به هو مصلحة إسرائيلية لها بالدرجة قبل أن تكون مصلحة عربية وفلسطينية ما عليك يعني الأردن أمام تحدي كبير وهو محاربة التطرف تعديدا ويتتبع استراتيجية واضحة نتحدث عن أبرز العنوين لهذه الاستراتيجية نعم يعني الحقيقة الأردن خطى خطوات كبيرة في مسألة مكافحة التطرف أولا رسالة عمان التي تنبه لها جلالة ميق قبل يعني بعد أن حصلت أحداث 11 سبتمبر صحيح وأدرك أن هناك حاجة إلى توضيح الصور الحقيقية للإسلام وترجمت هذه الرسالة إلى سبع لغات مختلفة تتكلم عن رسالة عمان وأكد فيها على قضايا متعددة منها قضية توطين التكنولوجيا ومنها قضية مكافحة الإرهاب والتطرف ومنها وسطية الإسلام ومنها التعاون الإنساني وكثير من القضايا التي تطرقت لها رسالة عمان ونشرت إلى العالم كله أيضا هناك مبادرة كلمة سواء وأسبوع الوئام الديني وأيضا الدولة الأردنية وهذه القضية في غاية الأهمية أنه في تعليمها وفي جامعاتها وفي ممارساتها اليومية لم تخلق حالة من التطرف والسبب في ذلك هو الانفتاح الفكري والفقهي أنه كان تمارس الدور من الانفتاح الفكري ولا تأخذ المسألة بحرفيتها وإنما تربطها بمقاصد التشريع وبغائية التشريع وهذا كله أثر إيجابا على طرح الخطاب الإسلامي المعتدل لذلك حتى في مسألة حينما جاء بعض الجهاديين وأرادوا أن يعلنوا الجهاد ضد العشائر وفي فترة من فترات عممنا في خطب الجمعة على الحديث عن الجهاد وفضل الشهادة في سبيل الله فكانت كأنها إعلان من وزارة الأوقاف ومن الدولة الجهاد ضد الجهاديين بمعنى أن نملك زمام المبادرة نملك الخطوات نستطيع أن نواجه لا نريد أن نختبئ إلى الخلف ونتستر ونسلم ولا نريد أن نخوض لا نحن في حالة اشتباك بمعنى آخر أننا مارسنا حالة الاشتباك الحقيقي ضد الجهاديين مارسناها أيضا بتدريب الأئمة وتدريب الخطباء وتدريب الوعاظ وتدريب المدرسين في وزارة التربية والتعليم وأيضا مختلف الجهات التي وكليات الشريعة من أجل أن تقوم بحالة فكرية مشتبكة ضد كل التيارات التي تحاول أن تختطف هذا الخطاب الإسلامي صح معليك عما يجري الآن هناك تنسيق عربي واضح لكن من يمسك زمام المبادرة هي الأردن لا نتحدث سياسيا اليوم نتحدث اليوم حتى إنسانيا نتحدث اليوم عن دور جلالة الملك حتى لو نرجع شوي لورا عن الوصائل الهاشمية للقدس والمقدسات الإسلامية الأردن يمسك زمام المبادرة الآن ماذا نتحدث للأجيال القادمة للسنوات القادمة نتحدث اليوم عن استراتيجية ممكن تضحها الأردن ممكن سياسيا وإنسانيا عما يجري ويحدث الآن في المنطقة الحقيقة الأردن خطأ خطوات متميزة كما قلنا اليوم في حضور دولي للأردن واضح مكانة الأردن السياسية والدبلوماسية مرتقية إلى أقصى ما يمكن حضور جلالة الملك العالمي كان مع الرئيس الأمريكي يجلس وكان مع وزير الخارجي الأمريكي وذهب إلى فرنسا وذهب إلى أوروبا وذهب إلى العديد من الدول ليتحدث بما لا يستطيع غير أن يتحدث به قد يكون الآخر يملك النفوذ ويملك القوة لكنه لا يستطيع أن يتحدث بهذه اللغة التي تستطيع أن تكون مؤثرة بمعنى أن اليوم أمام خطاب أردني مؤثر مؤثر يستطيع أن يؤثر يتحدث عن العالم بأجمع لما نرى في وسائل الإعلام الغربية كلها تتكلم هل نستطيع أن ننتخب الملك عبد الله رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية نتحدث عن خطاب مؤثر إنسانيا عالميا هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن الشعوب إيجابية على أن الشعوب تريد الحلول على أن الشعوب إنسانية على أن الشعوب ليست دموية ولكن هناك من يركب الموجة السياسية لتحقيق كل المصالح عبر والاقتصادية التي هي أساسة اقتصادية ثم تركب سياسية ثم تريد أن تغطى بدينية من أجل أن يحقق أهداف ولكن الشعوب لا تريد هذا الكلام لماذا نجعل الشعوب تدفع ثمن هذا الشيء التي لا تريده؟ يعني الشعب الأمريكي لا يريد هذا الكلام المظاهرات موجودة في أمريكا ورأيناها الشعب الأوروبي رأيناه الشعوب العربية رأيناها العالم كله ينتفض ضد هذه المجازر إذن لماذا حينما يصبح هناك تطرف أو إرهاب يدفع هذه الشعوب التي ترفض التطرف والإرهاب وترفض الدموية تدفع هذه الأثمان ماذا سنقول الأجيال القادمة؟ لماذا لا نصنع عالما إنسانيا خاليا من العنف خاليا من التطرف خاليا من الإرهاب اليوم جلالة الملك يقود هذه المبادرات ويتكلم عنها حينما يذهب كما قلنا حينما يذهب إلى الولايات المتحدة لا يجلس فقط مع الرئيس الأمريكي يتحدث مع المؤثرين ويتحدث مع الساسة ويتحدث مع ساتذة الجامعات ويتحدث مع الطلبة ويلتق الجاليات الأردنية هناك ويتحدث مع البنتاجون ويتكلم مع الكونغرس الأمريكي ويتكلم مع السي آي اي ويتكلم مع كل القوى المؤثرة بحيث إنه إذا في قوى مالت القوى الأخرى تعدلها هذه الدبلوماسية الأردنية الهائلة والخطاب المؤثر والمؤثر والمحدث للتغيير وإحنا لاحظنا أنه حتى خطاب وزير الخارجي الأمريكي تغير بعد ذهب جهد الملك وبعد هذا اللقاء وبعد هذا الخطاب نحن نشكرك مع علي الدكتور أنا أريد أن نحدث في آخر نقطة عن موضوع القدس الشريف وكيف يمكن أن تكون القدس الشريف ضمن الوصاية الهاشمية أن تكون بوابة للسلام كنيسة القيامة وكنيسة المهد في بيت لحم وكنيسة القيامة في القدس والمسجد الأقصى المبارك هذه التي تكون بوابة للسلام حينما تمارس عليها الوصاية الهاشمية أقول لك أكبر دريع على أنها بوابة للسلام أنه لم يغير معلم من معالمها لم يغير أي شباك من شبابيك كان هناك إجماع مسيحي إسلامي على أن جلالة الملك هو الوصي على هذه المقدسات الإسلامية بالتالي أقول لك اليوم الأردن يملك أوراق هائلة ليصبح مشروع سلام عالمي ضمن الأردن والحديث يطول شكرا مع علي دكتور رواء العربيات وانت مع علي وزير الأوقاف وشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق أهلا وسهلا فيك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا